اهلا بكم مشاهدين من جديد نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث اكد سعادة وزير الاسكان رئيس ميسر المناقصات والمزايدات باسم بن يعقوب الحمر على اهمية حجم المناقصات التي يطرحها المجلس اسبوعيا واثارها الايجابي على الاقتصاد الوطني وصولا الى تحقيق التنفسية في كافة القطاعات واشهر الحمر في تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية الى ان مشاريع البنية التحتية لا زالت تحظى بالمرتبة الاولى من حيث عدد وقيمة المناقصات المطروحة او تلك التي تم ترسيتها بحجم مناقصات كبير الى جانب القطاعات الاخرى مشيرا الى ان ذلك يمثل مؤشرا ايجابيا عاليا ينعكس على رغبة الحكومة في تعزيز البنية التحتية وهما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني واضاف الوزير الى ان قطع النفطي حافظ على المركز الثاني في قيمة المناقصات يليه قطع الاسكان في مملكة البحرين الى ذلك اكد الحمر الى ان العام 2016 شهد طفرة غير مسبوقة تم فيها طرح ما يزيد على مليارين و600 مليون دينار بحريني كمناقصات كمؤشر واضح على متانة وكفاءة الاقتصاد البحريني حافظت مناقصات البنى التحتية للعام الثالث على التوالي على المرتبة الاولى من ناحية عدد المناقصات ومن ناحية قيمة المناقصات طبعا البنى التحتية تشمل هيئة الكهرباء والماء وتشمل وزارة الاشغال ممثلة بالطرق والصرف الصحي وقطاع الاتصالات وقطاع المواصلات حافظ مجلس المناقصات على اداء مرتفع تقريبا نتعامل سنويا مع ما يزيد عن 1.3 مليار دينار بحريني بمعدل الف مناقصة سنويا هناك ايضا مؤشر اسبوعي نفتح ما يقارب من 20 الى 5 الى 30 مناقصة اسبوعيا واليوم فتحنا ما يزيد عن 35 مناقصة تجاوزنا المعدل اسبوعي وايضا عندنا اسبوعيا في حدود 150 مناقصة الان اليوم تجاوزنا هذا العدد بعدل 20 مناقصة علمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ايوفي في مؤتمر صحفي عن اطلاقها تقريرا مهنيا بعنوان ايوفي في 850 يوما وقد تضمن التقرير ملخصا لابرز اعمال الهيئة وانجازاتها خلال الفترة من سبتمبر 2014 الى نهاية ديسمبر 2016 وقد افاد التقرير ان الهيئة نجحت في اتمام اصدار 10 لعشرة معايير جديدة واستكمال مراجعة وتحديث 14 معيارا مع اتمام مناقشة 18 دراسة جديدة متعلقة بالمعايير واضح التقرير ان اجمالي مشروعات المعايير التي ما تزال قيد العمل في مراحل مختلفة من الانجاز قد وصلت الى 26 مشروعا كما شهد المؤتمر الصحفي التدشين الرسمي واطلاق منصة التعليم الالكتروني للمعايير الشرعية باللغة الانجليزية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية التقرير حقيقة يبرز كافة الانشطة والمجالات ابتداء بالنشاط الفني والمهني اصدار المعايير حيث على سبيل المثال بين التقرير ان المجالس الفنية مع لجانها التابع عقدت خلال هذه الفترة في 850 يوم من اكثر من 88 اجتماع في اكثر من 123 يوم في اكثر من 600 ساعة عمل اصدرت خلالها عشرة معايير جديدة راجعت 14 معيار ترجمت قربة 18 معيار والذي يعد حقيقة انجاز نوعي بالنسبة لمسيرة ايوفي وهيئات اصدار المعايير عموما انطلاقا من حرص قسم الدراسات الاسلامية المصرفية في المحهد البحرين دراسات المصرفية كان في حرص ان نشر الوعي الثقافي لصرفة الاسلامية وقد تم تدشين البنصة الالكترونية كمبادرجات من المحهد البحرين لدراسات المصرفية ان يكون تحويل هذه المعايير كلها بطريقة مبسطة على المنصة الالكترونية حيث نقدر يوصل هذه المعايير لأكثر شريحة في العالم ونبقى في الشأن المحلي حيث اعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تنظيم النسخة السادسة من المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي روماني 2017 بمشاركة اكثر من 600 شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والصيرفة وذلك خلال الفترة 27 وال28 من فبراير الجاري وقد أكد الرئيس التنمية الاقتصادية خالد الرمحي في مؤتمر صحفي أن منتدى يو روماني يعتبر استثنائيا هذه السنة من حيث عدد المشاركين ونوعية المتحدثين الرئيسيين لافتا إلى أن المنتدى سيركز هذه السنة على مناقشة أفق اقتصاديات دول مستعاون الخليجي إضافة إلى فرصة تطوير القطاع المالي على مستوى المنطقة كما سيبحث المنتدى بحسب الرمحي التحديات الماثلة أمام التمويل في المنطقة والحلول المبتكرة على مستوى الخدمات المالية والعمل المصرفي طبعا المواضيع أحد المواضيع هو على تمويل الحكومات الخليجية هذه من المواضيع التي ستطرح في هذا المؤتمر أيضا التركيز على التكنولوجيا المالية الفنتك وننظر إلى هذه بيكون نقلة نوعية حق القطاع المالي ونحب أن البحرين تكون لها دور رئيسي في المنطقة في التكنولوجيا المالية وأيضا السنة يفرق عن السنوات السابقة حضور معالي وزير المالية كمتحدث لأول مرة حضور مستمر إلى المحافظ سعدة سيد رشيد المعراج وأيضا حضور معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة والآن مشاهدينا ترككم مع أسعار طرف الدينان الوحيني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر